الاخبار المفبركة والشائعات دي مسألة يعني بنسمع عنها كتير وبتواجهنا كتير جدا على السوشال ميديا والفضاء الالكتروني احنا في حياتنا دايماً بتدور على الحقيقي والمزيف الاصلي والمضروب يعني حتى لما الواحد بروح يشتري حاجة بيدور ده اصلي والمضروب ولما نيجي نتكلم على لغة المشاعر بنتكلم برضو على الاصلي والمضروب لأنه ممكن واحد يظهر لك مشاعر بعكس الحقيقة يعني يظهر لك انه بيحبك او مهتم بيك وهو لا بيحبك ولا مهتم بيك اللي بيسموه المشاعر الزائفة فبرضو في دنيا الاعلام فيه خبر حقيقي وخبر مفبرك منذ ايام التقيت بمجموعة من شباب الاعلاميين من الاسكندرية والصعيد والقاهرة في اطار منتدى حوار الثقافات بالهاية القبطية الانجلية كنم نتكلم مع بعض حوالين الموضوع ده خبر الحقيقي والمزير وانا شايف ان الموضوع ده مش موضوع اعلامي بس ده موضوع للناس كله لان الناس دلوقتي قاعدة طول النهار على السوشيال ميديا وعملها تتلقى اخبار وتتلقى بيانات وتتلقى احصائيات بعضها مفبرك وبعضها غير حقيقي وبعضها مبالغ فيه وللأسف بتشكل تفكرنا وطريقة تعاملنا مع امور كثيرة فاحنا لازم نكون واعين لما نتلقى فيه خبر بيبقى عمدا مصاغ او جهة اللي بتطلقه بتطلق خبر كاذب بتحقق حاجة معينة هي بتدور عليه واحيانا بينطوي على معلومات خطأ لأي سبب قد لا يكون مقصود لكن كسى المهني عدم قدرة على الوصول لمعلومات حقيقية ايا كان طيب الاخبار اللي احنا بنشوفها دي طول النهار على السوشيال ميديا سواء كانت في تويتر ولا فيسبوك ولا مواقع الالكترونية لماذا هذه الحالة من انتشار هذه الاخبار واحنا ازاي نعرف ونفهم ان الخبر دا متفابرك طبعا التداول السريع بيساعد على انتشار الاخبار المفابركة اعمل لايك اعمل شير بيخلي الخبر بيروح من هنا الهنا 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 ويبدأ الناس يتعاملوا معا انه حقيقة تدور على جوجل مرة اتنين على موضوع معين فهو يبعتلك بقى توصياته بقى محركات البحث فتيجي تفتح جوجل تلاقي حاجات جاهلك كده ريكماندد اللي هي توصيه يعني فانت كنت بتدور في موضوع يبعتلك حاجات منها حاجات من فابريكة ممكن وارد بتشوف واحد مشهور بيتكلم في حاجة وعمالي خبر اتشاير كتير فتعتقد انه حقيق لكن مببقاش حقيق ولا حاجة وفي ناس متصيدون قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم في موضوع كويس يخش هو على اساس يلغبط المناقشة في الموضوع ده وده احنا بنشوفه كتير قوي في الحاجات ذات الطبيعة الشأن الديني يعني يكون مثلا عيد مثلا مسيحي وناس كانت بتهنئة مثلا عيد الميلاد او الايامة او ايا كان الدولة بتهنئة او مواطنين بيهنوا بعضهم تلاقي ناس داخلها بتهاجم او بتنتقد العقيدة المسيحية فتلاقي المناقشة راحت في وجهة تانية او حتى بتحدث احيانا ان بعض الناس المسلمين بيناقشوا قضايا معينة على الفيسبوك تلاقي حد مثلا متطفل من جانب مثلا حد المسيحي يخش يعلق طب انت بتعلق ليه ده موضوع يعني ما يخصكش قس على هذا قضايا كثيرة جدا بتحدث تلاقي ناس داخلها تعلق وتتطفل وتتكلم وتخرجك برا المناقشة ممكن ان هو مضطرب ومشوش وممكن انه يبقى قاصد فعشان كده دايما بنقول لجمهورنا ونقول لكل اصدقائنا لا تشترك في مناقشات غابية يعني لا تستفز منها ولا تناقش فيه لان انت برضو بتدي فرصة لانتشار هذه الاخبار ايضا الاختراق تلاقي احيانا بعض الهاكرز او المتسللين دول يخترقوا مواقع معانا وانشروا مواد ده حدست مع بعض جهات حكومية احيانا يقول لك حصلوا هاكنج ودخل ناس على الموقع ونشروا حاجات نصبت لهذه الجهات وتداولها الناس اعرف مين كاتب التدوين او الخبر او اي شيء اللي كاتب المحتوى الاعلامي ده ده ممكن يكون حد مش حقيق واحد حططلك اي اسم واي صورة فيك مزيف اعرف كمان الموقع ده هويته ايه يعني ما انت برضو مش موقع معادي للدولة هينشولك اخبار مؤيدة للسياسات العامة او للتنمية او جود التنمية مش موقع متعصب هينشولك كلام عن التسامح ما انت باستعرف هوية الموقع ده ايه ده ساعات كمان يعملوا حاجة غريبة جدا لاحظته تلاقي خبر منشور تلاقيه كاتب يقولك وان معهد دراسات كذا في الولايات المتحدة اصدر كذا وذكر ان الوضع الاقتصادي وان كذا وان كذا انت تمشي مع الخبر بس ما قفتش عند نوت اموين اني مفيش معهد دراسات بالاسم ده في الولايات المتحدة واحيانا يبقى فيه معهد بالاسم ده لكن ما طلعش الدراسة دي احنا محتاجين نتحقق من الكلام ده احصاءات يديك ارقام يبلبلك العصر ده عصر صعب جدا لان اللي بيحضر المحتوى الاعلامي على السوشال ميديا هو احنا الناس عادية لا بيعدي على تحريف نص زي ما بيحصل في الصحف ولا مراجعة ولا اي شيء فهو منه للشاشة ومن الشاشة للناس والناس بتتنقل الموضوع واعرف حاجات كتير جدا ناس تنقلتها واكتشفت ان هي كاذبة واعترفت ان هي كاذبة واعتذرت للناس لكن الشبكة العنكبوتية دي كلها عملة تنقل الاخبار وتنقل كل شيء موضوع لطيف احنا كنا يعني اتناقشنا فيه مع جماعة من الاعلاميين واعتنا نتناقش فيه لكن انا حبيت ان انا اشاركهم برضو ببعض الافكار وبعض الكلام لانه فعلا الموضوع ده احنا كلنا متعرضين لي سواء كنا اعلاميين او مش مع اعلاميين طالما احنا بنطلقى هذا المنتج الاعلامي اشتركوا في القناة